موسيقى موسيقى هنا من هنا أدى التريط البيت ارغبة غير انا ومحيه إن كنا نايمي وراجط طيجرة ضربت ولا طرت لبره ولا عجل الزين نزلوني أخذوني سجارة الإصعوب أخذوني برجعوني وفقوا على الوقت الحديث وطور معاشي تشالوك عما شفى وين صاروا هلأ البابا واني عليك؟ لا بتجاني لا بتجاني مثلا محتين تيلة بشعة؟ لماذا؟ لأنني هو أبوي وأمي لا تجاني 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت الضربة قريبة علينا كتير انا طلعت من البيت اتوجهت تجاه الضربة فكانت الصدمة انه بيت عمي وبيت عمي في عمي وابن متزوج عنده خمس اطفال ندينا عدفاع المدني الله تزيل خير دفاع المدني عجل مباشر سأني كام شخص موجود عديت له فبلشنا نطالع المصابين اول مصاب كان ندى درويش ندى كانت معلق بالسياخ طالع بره البيت عسعفناها الحمد لله اصابات خفيفة بس حالة النفسية تعبانة صرنا نسمع صوت محسن نحدد ان كان طفل يعني او مرأ لاني الصوت بعيد كتير فحددنا مكان وحفرنا فيه وجدنا محيو محيو كان وقع عليه الصعف مبين اصابات يعني قوية كتير تعزبنا لطالعنا حوالي الساعة تنتين تنتين وتلت وكان عب تقلم كتير طالعنا محيو حطنا بصورة الصعف وصعفته انا رحنا بتجاه مش فباب الهواء ظلينا لحوالي الساعة الستة مع محيو بالعمليات حوالي الساعة الستة فتحتني اتحكيت اهلي وكذا فكانوا كل بيت عم ينستشهدين ما طالع حدا منهم يعني نجي طفلين من الضربك كله يعتا هاي اخر حدثة صارت كانت في بيت عمي احنا كنا ستة عشرين شاب استشهدوا اربعة عشرين شاب مع عيلة عمي طبعا شباب ما في مع بسكون يلساء ستة عشرين شاب وصل لعدد مع عمي وابنه الكل بيضرب الطيران كل اياتنا اللي موجودين هون من بيت درويش استشهدوا بضرب الطيران واكتري تراحوا عائلات يعني ما انوا بشكل افراد عائلات الكل شباب 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 طيب محيو حاليا نوضع الحمدلله يا رب العالم مستقر انا حيث ادور التمريض انا عبتابع محيو عند مراجعة كل 15 يوم مع المشفى عنده كسرين براسه وفيه كسر بجره بابدله على الجرح في عنده ادويه اخذه اعطوياهم بالمشفى الحمدلله يعني محيو حيث اشتركوا في القناة